السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد سنة 2006 جندي أمريكي في سلاح الطيران اختفى في ظروف مليانة بالغموض والعجيب إن محدش بلغ عن اختفائه محدش أصلا حس باختفائه وده لإن الحكاية وراء تفكير شيطان ماكر من وقت للتاني بحب أشكر كل واحد فيكم بيدوس لايك أو بيكتب تعليق حلو أو حتى بيتفرج وعجب المحتوى بس يعني بيكسل يكتب تعليق أو حتى يدوس لايك فحب أشكركم واحد واحد وبحب أرحب كل المشتركين اللي اشتركوا مؤخرا وزي ما انتوا عارفين مش بحب الإنترو يبقى طويل فخلينا نبدأ في قضية النهاردة في يوم الجمعة 12 أكتوبر سنة 2007 في جارلند تيكساس بالولايات المتحدة الأمريكية الشرطة على الساعة 4.5 مساء جالها بلاغ عن حالة اختفاء في الحكاية إن وزارة شؤون الجنود بتمتلك بيوت للجنود وبتبعها لهم بالتأسيط فبعد بالتأسيط واحد من البيوت دول لجندي في قوات الجوية اسمه مايكل جايلز عنده 46 سنة المشكلة إن مايكل بقاله حوالي سنة ما بيدفعش الأقصاد بتاعت البيت وكمان لا بيرد على تليفون ولا بيرد على الإيميل بتاعه فهما شكوا إن في حاجة مش مظبوطة لإن مايكل متعود يدفع القصد الشهري بانتظامه في المعاد حتى كمان أحيانا بيدفعه قبل المعاد فهما قلقوا عليه ولذلك بلغوا الشرطة فالشرطة عرفت إن محدش من عائلة مايكل شافوا من يوم 4 يوليو سنة 2006 وده نفس التوقيت إن مايكل بطل يدفع فيه الإيجار ودي كانت حاجة غريبة جدا فعشان يعرفوا معلومات أكتر عن مايكل اتصلوا بأخته وطلبوا منها تجيلهم لقسم الشرطة فأخته راحت القسم وحكت لهم كل حاجة عن حياة مايكل قالت إنهم 6 إخوات ومايكل أصغر واحد فيهم وقالت إنه هو شخص طيب جدا ومتواضع وبيحب كل الناس والناس كلها بتحبه وعمره ما تجوز قبل كده ومعندوش أي أولاد وقالت إنه كان دايما نفسه يشتري بيت فقعد يحوش فلوس لسنين طويلة علشان يشتري البيت اللي دايما بيحلم بيه وبالفعل دفع مؤدم لبيت في دولاس وبقى عنده بيت فالمحاقق سأل أخته أنت إمتى آخر مرة اتكلمت فيها مع مايكل فقالت من حوالي سنة فطبعا المحاقق استغرب جدا لو هما بقالهم سنة ما شافوش مايكل ليه مفيش حد من عيلته بلغ عن اختفاءه من ساعتها ليه بقالهم سنة سكتين فعيلته أخته قالوا إن مايكل في الفترة دي كان بيبعت لهم الرسائل نصية وإميلات لذلك ما شكوش في أي حاجة مش طبعية فوالدته كانت هي آخر واحدة اتكلمت معاه من العيلة وده كان يوم 4 يوليو سنة 2006 بعدها كانوا بيحاولوا يتصلوا بيه على تليفون البيت والمحمول لكن هو ما كانش بيرد عليهم وما كانش كمان بيرجع تاني يتصل بيهم لذلك بعد 3 أسابيع من مكالمة مايكل مع والدته يوم 4 يوليو اللي هي آخر مكالمة أخته راحت لبيته ومعاها والدتها وجوزها فلما وصلوا بيته كانت الساعة 9 مساء فالدنيا كانت ظلمة والأنوار جوه بيت مايكل كانت منورة لكن لما خبطوا على الباب محدش فتح الباب ولما بصوا من الشباك جوه البيت اكتشفوا حاجة عمرهم ما توقعوها أبدا البيت كان فاضي تماما ما كانش فيه أي عفش وشوية واخدوا بالهم أن فيه يفط على الشباك التاني مكتوب عليها البيت للإيجار فكانوا مستوربين جدا لأن مايكل عمر ما قالهم أنه هو هيعزل واللي زود استغرابهم أنهم هم وقفين قدام البيت أخدوا بالهم أن عربية مايكل رجنة جنب البيت فوالدته قالت أن استحال مايكل هيسيب البيت ويعزل ويسيب عربيته ما يخدهاش الموضوع ده شكله مش طبيعي أبدا فأخته هي وقفة على طول بعتته رسالة على تليفونه فهو رد عليها برسالة وقال لها أنه هو كويس وخير بس هو عايز يبعد شوية ويسافر ويكون لوحده فهم وقتها اعتقدوا أن مايكل مسافر لنيو مكسكو وده لأن مايكل عنده صديقة اسمها فليشا عايشة هناك وأخته كانت قبلت صديقته دي قبل كده في يونيو سنة 2006 ووقتها أخته كانت فرحانة قوي أن أخيرا مايكل قبل بنتك كويسة وهو معجب بيها جدا فشكله كده راح معاها لنيو مكسكو كمان أخته قالت أن مش غريب على مايكل أنه يسافر ويبقى التواصل معه قليل يعني بيبعت لهم رسالة نصية كده من وقت للتاني وخلاص فالمحاقين كانوا عايزين يعرفوا أكتر عن مايكل فأخته قالت أن مايكل بعد ما خدم في الجيش لمدة 20 سنة تقاعد سنة 1998 ورجع تاني عاش في تيكساس واشتغل في شركة تلفونات وقالت أنه هو بيحب السفر لفترات طويلة يعني سافر يقعد مثلا شهر شهرين وفي الآخر بيرجع تاني لمدينته وبيته بس المرة دي الموضوع طويل قوي فعيلة مايكل كان بيجي لهم إيميلات ورسائل منه لغاية ما الرسائل دي وقفت في 2007 وللوقتي كمان اكتشفوا أنه هو مش بيدفع أقصات البيت فعيلته بقوا قلقانين جدا عليه وبدأوا يحسوا أن في حاجة مش كويسة ممكن تكون حصلت لمايكل فالمحاقين على طول ابتدوا في التحريات وأول حاجة كانوا عايزين يعملوها هي أنهم يوصلوا لصديقة مايكل فليشا لكن المشكلة أن عيلة مايكل لكانوا يعرفوا تليفونها ولا عنوانها ومع الأسف المحاقين معرفوش أبدا يوصلوا للبنت دي فسابوا الخيط ده وبدأوا يركزوا في خيوط تانية فعرفوا أن بعد شهرين من آخر مرة مايكل اتكلم فيها مع عيلته البيت بتاعه اتأجر لواحد اسمه روبرت أوستن فالمحاقين راحوا يتكلموا مع روبرت فروبرت قال أن من اللي هو فاهمه أن البيت ده ملك مايكل لكن بنته بالتبني اسمها كواناتا هاريس هي المسؤولة عن التعاملات الخاصة بالبيت وقال أن هو عمره في حياته ما قابل مايكل بنفسه وقال كمان أن هو أجر البيت لمدة ستة شهور بس وبعدها مشي وده لأن في يوم استلم جواب كان جاهله على البيت الجواب ده كان لمايكل بس هو فتحه وعرف اللي فيه فالجواب كان جاي من صاحب الرهن العقاري للبيت وهو وزارة شئون الجنود وعرف من الرسالة أن البيت محجوز عليه لأن فيه أقصات ما اتدفعتش فطبعا هو قلق جدا يعني مصيره هيكون ايه وهل هيمشه من البيت ولا لا فروبرت اتصل بمكتب السمصار العقاري اللي أجر منه علشان يسأله عن الموضوع فالسمصار ما كانش عنده أي فكرة عن الموضوع ده فروبرت كان مش فاهم إيه اللي بيحصل بالزبط فقرر أن هو يتصل بمايكل مباشرة لكن معرفش يوصل له أبدا وفي فبراير سنة 2007 روبرت استلم جواب من واحدة اسمها تريسي نايت ومن حسن الحظ أن روبرت كان محتفظ بالجواب ده فإده للمحاقيين في الجواب كان مكتوب أن بنت مايكل بالتبني ماتت وأن تريسي هي المالكة الجديدة للبيت وأنها نوية دلوقتي تبيع البيت فبطبيعة الحال طلبت منه أن هو يسيب البيت روبرت كمان قال على معلومة مهمة جدا قال أن كان فيه بند غريب جدا في عقد الإيجار بتاعه وهو أنه ما يحفرش في الجنينة الخلفية للبيت فروبرت كان مستغرب جدا من البند ده وطبعا اللي استغربوا أكتر هما المحاقيين وطبعا شكوا في الموضوع فالمحاقيين بعد مخلصوا الاستجواب مع روبرت راحوا يتكلموا تاني مع أخت مايكل علشان يعرفوا مين بنته بالتبني دي ومين الست التانية اللي فاجأة كده امتلكت البيت بتاع مايكل فسألوا أخت مايكل أنت تعرفي واحدة اسمها كواناتا هاريس وهل هي بنت مايكل بالتبني فقالت لأ أنا معرفش حد بالاسم ده وقالت له أن لو كان مايكل عنده بنت بالتبني أكيد يعني أنا كنت هبقى أول واحدة أعرف بحاجة زي دي فقالوا لها طيب تعرفي واحدة اسمها تيريسي نايت قالت له برضو معرفش حد بالاسم ده مين استتاد دول أصلا فالقلق زاد عند أخت مايكل ووالدته وأصبحوا مقتنعين أن في حاجة حصلت لمايكل وبدأوا يوزعوا فلايرز عليه صورته وإنه مختفي ولو حد شافه ياريت يبلغهم وفي نفس الوقت ده المحايين كانوا بيدوروا على أي حاجة توصلهم لمايكل فتليفون بيته كان مقفول من فترة طويلة فبدأوا يشوفوا إن كان استخدم كارت البنك بتاعه يعني هل سحب منه فلوس ولا لا فهو لو استخدم الكارت هيعرفوا يحددوا موقعه يعني المكان اللي هو سحب منه الفلوس وبالفعل اكتشفوا إن فيه فلوس اتسحبت من حسابه في ديترويت ميتشيجن لكن اتضح إن مش مايكل هو اللي كان بيسحب الفلوس دي في كشف حساب مايكل ظهر اسم كواناتا هاريس فتواريخ التحولات اللي ظهرت في كشف حساب مايكل رايحة لحساب كواناتا هاريس استمرت التحولات دي حتى بعد تاريخ وفاتها ودي كانت حاجة غريبة جدا المفروض إنها ماتت هيتحول لها فلوس ليه فالمحايين بدأوا يتحروا عن كواناتا هاريس واكتشفوا حاجات في منتهى الخطورة اكتشفوا إن كواناتا لسه عايشة فرجعوا سجل الجنائي بتاعها عشان يشوفوا إيه حكاية الست دي فعرفوا إنها كانت بتستخدم اسم مستعار ويا ترى الاسم ده كان إيه؟ تيريسي نايت يعني اسم المالكة الجديدة للبيت وعرفوا كمان إنها متجاوزة حاليا من واحد اسمه دي أندري نايت وعيشة حاليا في ديترويت ميتشجن فدلوقتي هم عايزين يوصلوا لكواناتا لأنه واضح إن وراها قصة كبيرة جدا وفي نفس الوقت ده ظهر خيط تاني في القضية المحايقين راجعوا كل مكالمات الطوارئ من بداية اختفاء مايكل في 2006 لغاية الوقت اللي هم فيه فكانوا بيدوروا على أي مكالمة استغاسة تكون حصلت في المنطقة اللي عايش فيها مايكل في نفس الأوقات اللي اختفى فيها وبالفعل طلعوا بخيط مهم جدا عرفوا إن في أوائل شهر يوليو سنة 2006 يعني في نفس الأوقات اللي آخر مرة مايكل اتكلم فيها مع أهله في جارة اسمها كريستي لحظت حاجة غريبة عند بيت مايكل كريستي قالت إن كان فيه عربية نقل واثنين رجالة من أصل لاتيني بيشيلوا عرش مايكل من بيته وبيحطوه في عربيتهم ووقتها الدنيا كانت ظلمة فهي شكت فيهم وبلغت الشرطة وقدت لهم رقم العربية فلما الشرطة راحت لبيت مايكل فيه واحدة ست طلعت من البيت وبدأت تتكلم مع رجال الشرطة وقالت لهم إنها المالكة جديدة للبيت وإنها هتبيع البيت ده وإنها دلوقتي بتبيع العفش للناس دول فرجال الشرطة مشوا وما شكوش في أي شبهة جنائية فرجال الشرطة دلوقتي عايزين يعرفوا هل الست اللي طلعت من البيت دي هي نفسها كواناتا فالشرطة ورت كريستي جارت مايكل مجموعة من الصور علشان تطلع منهم الست اللي شافتها طلع من بيت مايكل وطبعا حطوا صورة كواناتا ما بين الصور دي لكن كريستي كانت مطلخبطة وقالت إن الدنيا وقتها كانت ظلمة والموضوع عد عليه أكتر من سنة فهي ما كانتش فكرة شكلها لكن لحصن الحظ كريستي في مكالمة الطوارئ قالت لهم على أرقام العربية اللي شحنت العفش بتاع مايكل فمن أرقام العربية عارفوا إن صاحب العربية اسمه خوان فرانسيسكو فاكونا فرحوا يتكلموا معاه فحكى لهم اللي حصل يومها فقال إن هو بيشتغل في تنصيق الحضائق ففي واحدة رحت له وتكلمت معاه وقالت إن اسمها كيتي وإن هي عايشة في البيت اللي في آخر الشارع وإن هي عايزة تخلص من عفشها القديم وإن عندها استعداد تدهوله بمبلغ قليل جدا فهو عجبوا العرض بتاعها ورحوا وابنه فيك اللي عنده 15 سنة وقال إنهم اشتروا معظم العفش اللي في البيت ما عادة كنبة واحدة بس فسألوه وإنت ليه مشترتش الكنبة دي فقال إن الكنبة دي كان عليها بقعة وإنها قالت له إن البقعة دي بقعة الدهان أحمر بس هو ما كانش مقتنع بكلامها لإن البيت ما كانش فيه أي حاجة مدهونة باللون الأحمر وقال إن البقعة دي كان شكلها كده بقعة دم مش دهان طبعا المعلومات الجديدة دي خلتهم يتأكدوا أكتر إن فيه حاجة حصلت لمايكل المهم المحاقي سأله إنت ابنك فيك كان معاك ليلتها فهو قال له أيوة فالمحاقيين اتكلموا مع فيك ابنه وابنه قال نفس الحكاية اللي والده قالها ولكن فيك قال على معلومة جديدة في غاية الخطورة قال إن الست دي عرضت عليه فلوس وطلبت منه إنه يحفر لها حفرة في جنينة البيت الخلفية فحفر لها حفرة كبيرة في الجنينة في يوليو سنة 2006 يعني قبل ما البيت يتأجر للروبيرت بشهرين ويمضي العقد اللي فيه بند عجيب ومريب إن هو ما يحفرش في الجنينة الخلفية للبيت فسألوه هي حجم الحفرة قد إيه فقال حوالي 180 سنتيمتر في 90 سنتيمتر وعمقها حوالي متر فالمحاق ورّلهم ست صور لسيدات علشان يطلعوها منهم فهم اتعرفوا عليها وطلعت بالفعل كواناتا هاريس وطبعا اسم كيتي ده كان واحد من ضمن الأسام المستعارة اللي هي بتستخدمها فدلوقتي بعد شهادة فيك ووالده قدروا يطلعوا أمر بتفتيش بيت مايكل ففيه فريق راح لبيت مايكل وفي نفس الوقت اتنين محاقين راحوا المكان بيت كواناتا في ديترويت علشان يرقبوها وطبعا هم ما يقدروش يعملو لها أي حاجة لأن كل اللي عندهم هو مجرد شكوك شكوك قوية بس مجرد شكوك وطالما ما فيش جثة يبقى ما فيش أمر للأبض عليها المهم لما راحوا بيت مايكل دخلوا الجنينة الخلفية بس ما كان الحفرة اللي فيك قال لهم عليها محطوط دلوقتي عليها بلاطة خرصان فالمحاقين كانوا حاسين أن أكيد لو شالوا البلاطة دي هيلاقوا مايكل تحتها فكسروا البلاطة الخرصان وبدأوا يحفروا بكل حذر علشان ما يدمروش أي أدلة وفضلوا يحفروا لفترة طويلة لغاية ما في الآخر اكتشفوا وجود جثة وعشان يتأكدوا من هويتها بالدليل القاطع الموضوع هياخد يومين ثلاثة في المختبر لكن هما طبعا عارفين أن الجثة اللي لقوها في الحفرة الملفوفة ببطنية لونها أحمر وكان عليها مخدة هي لمايكل ولذلك تم استدعاء كواناتا للاستجواب في قسم الشرطة فهي راحت وهي ولع على بالها إيه اللي بيحصل فالمحاقين قال لها أن هما بيحققوا في قضية اختفاء مايكل فهي قالت إنها فعلا تعرف مايكل وكانت متفاجأة وقال أنا قوي عليه وكانت مهتمية تعرف هو إيه اللي حصل بالضبط بس السؤال هنا هي أصلا تعرف مايكل منين فهي قالت إن هي جارته وكانت عايشة في البيت اللي جنبه في إنجلترا في الوقت اللي الجيش كان باعت مايكل هناك وقالت إن هما كانوا أصحاب وإن هو كان المشرف على جوزها في الجيش فهي قبل ما تتجوز أو حتى تتعرف على جوزها الحالي كواناتا كانت متجاوزة واحد تاني من قوات السلاح الجوي ومايكل كان الرئيس بتاعه وكانوا وقتها قاعدين في القاعدة العسكرية في إنجلترا وهي كانت مع جوزها ففي يوم حصلت مشكلة كبيرة مع جوزها وكان متعصب قوي منها فطردها برا البيت فمايكل سمح لها إن هي تيجي تقعد عنده ومع الوقت أصبح فيه علاقة غرامية ما بينهم هما الاتنين بس العلاقة دي يعني ما كانتش دائمة يعني ساعات يكونوا مع بعض وساعات يسيبوا بعض والعلاقة دي استمرت لمدة سنين المهم سألوها إنت إزاي بتقدري تدخلي على حساب مايكل البنكي وليه بتعملي تحويلات لنفسك فقالت إن عندها منه بنت عندها ست سنين عشان كده مايكل ضفع على الحساب بتاعه فهي تقدر بكل بساطة تسحب من حسابه فلوس وتصرف على بنتهم في الحقيقة كواناطا أثناء التحيي معاها كانت بتتكلم بكل هدوء وكلامها كان مقنع جدا لكن لما نحقق واجهها وسألها إنت ليه طلبتي من فيك يحفر لك حفرة في جنينة مايكل الخلفية هنا بقى بدأ قناع الهدوء المزيف يقع من على وشها وبقت قلقانة ومتوترة جدا وقالت إن هي ما طلبتش أي حاجة من أي حد وأنقرت كل كلام فيك عنها فالمحاية قال لها على فكرة إحنا شلنا البلاطة الخرصان وخلاص لقينا مايكل لأنه كان تحت البلاطة الخرصان اللي أنت حططيها فهنا رفضت إنها تكمل معاها الكلام وطلبت محامي ولكن تم حجز كواناتا هاريس بتهمة القتل في 19 أكتوبر سنة 2007 وفي الوقت ده المحاقين راحوا يفتشوا بيتها على أمل يلاقوا قادلة تثبت إنها قتلت مايكل ففضلوا يدوروا في بيتها في الأوراق في الدوليب في كل حتة في البيت لغاية ما في الآخر لقوا ورقة كانت عبارة عن توكيل من مايك لكواناتا لكن التاريخ اللي كان على التوكيل كان بعد اختفاء مايكل فبكل تأكيد التوكيل ده مزور لقوا كمان في بيتها اتنين لابتوب فهما عارفين إن كان فيه إيميلات وهمية المفروض إن مايكل هو اللي كان باعتها لعيلته فكانوا عايزين يشوفوا إذا كان الإيميلات دي طلع من الكمبيوترات دي ولا لا لأن طبعا ده هيكون دليل مادي مهم جدا في القضية فأخذوا الكمبيوترات دي للمختصين علشان يفحصوها ودلوقتي بعد ست أيام الطبيب الجنائي أكد هوية الجسم اللي كان مدفون في الحفرة وهو مايكل جايلز كمان الطبيب قدر يحدد سبب الوفاة وهي ضربة رصاصة في منطقة الرأس بمسدس عيار 9 ملي متر وطبعا بعد تأكيد الهوية لازم يبلغوا أهله بالخبر وطبعا أهله لما عرفوا كانوا في منتهى الحزن عليه وفي الوقت ده كواناتا طلعت من الحجز بكفالة لكن كانت في انتظار المحاكمة بتاعتها بر السجن فالمحاين كانوا عايزين يعرفوا إيه حكاية التوكيل اللي عاملوا مايكل لكواناتا فاتكلموا مع المستشار المالي لمايكل اسمه دونالد فدونالد قال إن من حوالي سنة في أكتوبر سنة 2006 استلم جواب المفروض إن هو جاي من مايكل الجواب يقول إن مايكل جاله سكتة دماغية وإن هو عاجز تماما عن الكلام وكان مرفق مع الجواب نموذج أو طلب إن كواناتا هاريس يكون لها حق التوقيع على حسابات مايكل يعني هيكون لها حق التصرف في كل مدخراته لكن المستشار بتاعه قال لها إن هو لازم يقابل مايكل شخصيا قبل أي حاجة فهي قالت له ده تعبان قوي وعنده سكتة وماقدرش يتكلم ولا يتحرك فهو قال لها إن هو عنده استعداد إن هو يروح له بنفسه وما فيش عنده أي مشكلة وفعلا راح له البيت وهي كانت هناك فدونالد قال إن هو شاف مايكل نايم على سرير وراسه متربطة وشاف بطاقة الهوية بتاعت مايكل وعمل لها التوكيل فهو افتكر إن الراجل اللي نايم على السرير ده هو فعلا مايكل وهو أولى على باله إن مايكل الحقيقي كان بقاله وقتها تلت شهور متوفي فالمحاق يوري له صور لرجالة مختلفين علشان يطلع منها الراجل اللي شافه نايم على السرير فهو شاور على واحد منهم وقال إن هو ده اللي كان نايم على السرير وهي طرع يطلع مين الراجل ده طلع دي أندري نايت زوج كواناتا الحالي وفي 26 نوفمبر 2007 أبضوا على دي أندري علشان يستجوبوه وعلى الرغم من إنه أنكر بشدة إن له أي يد في موضوع القتل اللي إنه اعترف إنه ساعد كواناتا في تزوير التوكيل فكان معايا رخصة سوئة مايكل ومن حظهم إن دي أندري فيه شبه كبير جدا من مايكل ولذلك عارفوا يخدعوا المستشار المالي لمايكل لكن المحاين كانوا مقتنعين إن كواناتا عارفت تضحك على جوزها وإنه هو فعلا ملوش أي علاقة بموضوع القتل ده فبعد الحكاية دي أصبح فيه أدلة أكتر ضد كواناتا هاريس مش بس كده ده كمان المختصين لقوا على الكمبيوتر اللي لقوه في بيتها إن هي اللي كانت بتبعت الإيميلات لعائلة مايكل وإنها كانت عاملة بحث إزاي تطلع بقى الدم من على كنبة فدي برضو كانت أدلة مادية مهمة جدا ضدها ولكن ولكن بعد خمس شهور وأثناء ماكواناتا كانت بر السجن بكفالة وفي انتظار محاكمتها حصلت حاجة غير متوقعة أبدا يمكن تقلب كل موازين القضية واحتمال جايز شكهم في كواناتا يكون مش في محله أبدا في بنت اسمها إيركا عندها 19 سنة رحت للشرطة وكانت عايزة تتكلم مع المحاييين المسؤولين عن القضية وفعلا المحاييين قبلوها فقالت لهم إن هي اللي قتلت مايكل طبعا المحاييين كانوا مصدومين من اعتراف إيركا وكانوا مش مستوعبين أبدا اللي هي بتقوله فطلبوا منها تحكي لهم بالزبط إيه اللي حصل من البداية فقالت إن يومها كان معاها صديقين واحد منهم اسمه فيك والتاني اسمه إخوان فهل يطرى فيك ده هو نفسه فيك اللي حفر الحفرة في جنينة بيت مايكل يطرى هو مشترك في الجريمة إيركا قالت إن هي وصحابها كانوا عايزين فلوس فطلعوا بفكرة إن هم ما يسرعوا حد فبالصدفة شافوا مايكل وهو ماشي في الشارع فمشوا وراه من غير ما هو ياخد باله لغاية ما وصل بيته ودخل جوه البيت فدخلوا البيت وراه وإيركا كان معها مسدس فالولدين مسكوا مايكل وسبتوا على الكنبة وبدوا يهددوه ويطلوه منه ويعرفوا مكان الفلوس ويكروت البنك بتاعه فهو كان بيترجاهم يسيبوه وما يعملوش فيه أي حاجة فواحد من الولدين حط مخدة فوق راس مايكل فإيركا حطت المسدس على المخدة وضربت الرصاص وخلت الولدين بعد كده يلفوف بطنية وقالت لهم ياخدوه ويدفنوه هو والمخدة في جنينة البيت الخلفية طبعا المحايين عارفين إن مايكل كان ملفوف فعلا ببطنية حمرة وكان فيه معاه في الحفرة مخدة فيها صقب وطبعا المعلومات دي معلومات ما يعرفهاش حد غيرهم هم والمجرم وبس فقالولها طيب أي نوع مسدس استخدمتيه فهي قالت تسعة ملي متر قادي معلومة تانية برضو محدش يعرفها غير المجرم وهما وبس لكن المحايين لسبب ما كانوا حاسين إن فيه حاجة غلط وإن استحالة تكون إيركا هي المجرمة استحالة وفيه أدلة كتير جدا ضد كوناتا فالمحاقق كان عايز يسألها سؤال يعرف منه إن كانت بتقول الحقيقة ولا لأ فسألها هو فيك ده شكله إيه فقالت إن هو شعره أسود وعيونه بني وعنده تسعتاشر سنة وطوله حوالي مية خمسة وسبعين سنتي ووزنه حوالي تمانين كيلو فسألها طيب وإخوان شكله إيه فقدته نفس المواصفات بالزبط بتاعت فيك شعره أسود عيونه بني وعنده تسعتاشر سنة وهكذا فطبعا دي كانت حاجة غريبة إن هي نفس المواصفات بتاعت اخوان تكون هي هي نفسها بتاعت فيك كمان فيك عنده خمستاشر سنة مش تسعتاشر سنة إنما بقى إخوان عنده سبعة وخمسين سنة مش تسعتاشر سنة فالمحاقب بصلها وقال لها إن إخوان ما عندهش تسعتاشر سنة وقال لها إن تي شكلك كده مش بتقولي الحقيقة فبعد ما ضغطوا عليها قالت إن هي فعلا مش بتقولي الحقيقة وإن هي ما قتلتش حد ودي كانت حاجة في منتهى الغرابة إيه اللي يخلي بنت زي إيريكا تعترف على نفسها بجريمة زي دي جريمة تخليها على أقل تقدير تعيش عمرها كله في السجن فالمحاقين أخدوها وروحوها بيتها واتكلموا مع والدتها وقالوا لها على الحكاية اللي بنتها حكتها لهم فوالدتها استغربت جدا لكن كان عندها معلومات ما كانوش يتوقعوها قالت إنها تعرف كواناتا هارس وإنهم كانوا زمايل في الزنزانة فاكرين لما كواناتا اتحبست حبسه مؤقت وطلعت بكفالة وقتها والدت إيريكا كانت زميلتها في الزنزانة وبقوا أصحاب وكواناتا عرفت إن عندها بنت وبدأت تسألها هي بنتك بتشتغل إيه؟ هي عندها كم سنة؟ المهم؟ الأم نديت على بنتها إيريكا وسألتها أنت ليه روحتي اعترفتي على نفسك بجريمة أنت أصلا مرتكبتيهاش فوالدت إيريكا فجأة كده أخدت دور المحاين وبدأت تقرر في البنت وطبعا زيها زي أي أم أصيلة نجحت إنها تطلع المعلومات منها فإيريكا كانت بتدور على شغل فواحدة بتشتغل في مكتب النائب العام كلمتها من يومين وقالت لها إنها معاها السيرة الزاتية بتاعتها وإن هي عايزة تقابلها مقابلة شغل فإيريكا راحت تقابلها فالسيدة اللي ادعت إنها بتشتغل في مكتب النائب العام قالت لإيريكا إنها علشان تتقبل في الوظيفة لازم تعترف كذب إنها ارتكبت جريمة قتل وقالت لها إنها هتعمل كده لإنهم بيعملوا تحريات عن قسم شرط الدلس وإنهم عايزين يعرفوا إزاي المحاقيين ورجال الشرطة بيتعاملوا مع المجرمين وقالت لها بصي هما هيحبسوك في السجن بس إنت يعني أوعي تقلقي خالص إحنا هنعرف إزاي إنها طلعت من السجن عادي وقالت لها لو عملتي اللي بقولك عليه بالحرف الواحد هتشتغلي معانا في مكتب النائب العام ما فيهاش كلام ويا حرام إيريكا صدقت كلام الست دي قصة في منتهى الخبس لأنها كمان علشان تضمن إنها تقول الكلام صح قدتها ورق فيه كل التفاصيل اللي تقولها في إعترافاتها وتفاصيل الجريمة مش بس كده دي قاعدت كمان معاها تحفظها وتسمع لها وتحفظها وتسمع لها يعني إعترافات إيريكا كانت عبارة عن سيناريو مكتوب ومحفوظ المهم المحاين وروا إيريكا ست صور لسيدات وطبعا على طول شاورت على كواناتا وقالت إن هي دي الست اللي هي قبلتها بس هي لما قبلتها كانت لابسة بروكة طبعا كواناتا شخصية في منتهى الخبس علشان تحاول تفلت من العقاب كانت بتحاول تورد بنت مسكينة عندها 19 سنة بس فتخيلوا لو إن الأدلة ضد كواناتا كانت مش قوية أو إن مثلا المحاين كانوا مش كويسين قوي وصداوا الكلام اللي إيريكا قالته يعني بتحصل أحيانا كان زمان إيريكا دلوقتي في السجن المهم دلوقتي بعد جمع كل الأدلة قدروا يستنتجوا الأحداث اللي حصلت في قضية مايكل مع الأسف مايكل وهو شغال في إنجلترا اتعرف على كواناتا وطبعا هو ما عندوش منها أي بنات فعلاقتهم المتقطعة استمرت لمدة عشر سنين وفي خلال السنين دول عرفت إن مايكل محاوش مبلغ كويس جدا في البنك ولذلك رسمت خطتها الشرير عليه وفي صيف سنة 2006 حطت مخدة فوق راس مايكل وهو نايم وضربت الرصاص بمسدس 9 ملي متر وغالبا خبت جوثة مايكل في الحمام أو في الدولاب في الوقت اللي فيك ووالده كانوا بينقله العفش من البيت وبعد ما دفنته في حضيقة البيت الخلفية وردمت الحفرة كواناتا جابت عامل يصب لها بلاطة خرصان فوق الحفرة وطبعا بعد ما خلصت من مايكل عرفت إزاي تستخدم حساباته وكانت بتبعت لأهله إيميلات بتتظاهر إنها مايكل وده علشان محدش يبلغ عن اختفاؤه وما بين شهر يوليو 2006 وأكتوبر 2007 كواناتا سرقت 200 ألف دولار من حسابات مايكل وأخيرا في أكتوبر سنة 2009 كواناتا البالغة من العمر 35 سنة أقرت بالزنب واتحكم عليها بخمسين سنة سجن على جريمة القتل وثلاثين سنة سجن على السرقة وهتكون مؤهلة للإفراج المشروط سنة عشرين تلاتة وتلاتين أما بالنسب الجزهة الصراحة أنا مش عارفة بالضبط هو حصل إيه بس كان فيه مصدر بيقول إنه هو أخذ سنتين سجن لأنه هو ساعدها في عملية التزوير ولكن الحكاية ما انتهتش هنا يعني ما ينفعش هي طاعة سكتة كده أكيد لا وهي في السجن سنة 2016 بطريقة ما عارفت تحط إيديها على استمارة أو طلب الطلب ده زورت عليه قمضة القاضي بتخفيف العقوبة عنها لمدة 8 سنين مش كل السنين الطويلة دي بس الحمد لله اكتشفوا التزوير اللي هي عملتهم وكالعادة ما تنسوش تقولولي رأيكم في القضية وأشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة